السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة جديدة من فيلم جامد ومنقشة الحلقة السادسة والأخيرة من مسلسل جيم وفترونز في موسمه الثامن وفي أحداثه بشكل عام تاريخ طويل تلفزيوني بينتهي بحلقة النهاردة ولكننا النهاردة مش جايين عشان نناقش التاريخ التلفزيوني الطويل ده ولا نناقش الموسم كله احنا بنتكلم عن حلقة النهاردة فقط لا غير في حلقة قدامي ملاحظات أنا محددها عشان عاوز أتكلم فيها ولكن مفيش سكريبت فبناء عليه ممكن أنسى حاجة ممكن بعض الناس يشوفوا أن هي مهمة ممكن أرتبك شوية أتهته كتير ألخبط أسامي حاجات من هذا القبيل وإن شاء الله أعتمد على أن حضراتكم حد سامحوني في الحاجات دي إن شاء الله حيبقى فيه مراجعة بقى بشكل المراجعة الكلاسيكي بتاع حلقات فيلم جامد بعد كام يوم كده للموسم بشكل عام وإن شاء الله النهاردة بالليل الساعة 11 زي الأسبوع اللي فات حيبقى فيه لايف على صفحتنا على فيسبوك وهقضت لكم لينك لها في الديسكريبشن تحت علشان نتكلم في الممكن يكون فاتني وأسمع أرأكم ورد على أسئلتكم وكل هذا الموضوع حلقة النهاردة طبعاً حيبقى فيها حرية حرق فاللي ما شفش الحلقة الأخيرة من مسلسل جيموف ترونز أنصحوا أنه هو يقفل الحلقة دي دلوقتي ويبقى يرجع لها لما يشوف الحلقة وضروري يرجع لها إن شاء الله وضروري تدوسوا لايك وضروري تعملوا شار وضروري اللي مش عمل سبسكرايب يعمل سبسكرايب والله إحنا قناة حلوة يا جماعة وزريفة وجميلة وتنبستوا معنا إن شاء الله بإذن الله أنا في الحلقة اللي فاتت الحلقة الخامسة قلت إن هي أول حلقة في الموسم ده بالنسبة لي تنزل تحت خط الجودة الأحمر يعني الحلقات اللي فاتت كان في عليها تحفظات كان في عليها بعض الاعتبارات ولكن مفيش ولا حلقة كنت أقدر أقول عليها حلقة وحشة لفظ وحشة ده قاسي شوية يعني بس زي ما بقول كده هو في خط أحمر كده بيرسم أو بيفصل ما بين مستويات الجودة ومستويات اللا جودة الحلقة الخامسة هي كتأول حلقة بالنسبة لي تنزل تحت الخط الأحمر ده وحلقة النهاردة ما أقدرش أقول إن هي نزلت تحت الخط الأحمر ده هي فوقي ولكن فوقي فين بالضبط بقى أنا بعد ما الحلقة خلصت عادت كتير قوي مرتبك عادت فترة طويلة مش قادر أقرر شعوري وإحساسي تجاه حاجات كتيرة قوي وعشان كده ده يمكن ده أكتر حلقة بتأخر في تصورها لإني حسيت إن أنا محتاج أفكر شوية وأحدد الانطباعات بتاعتي بشكل أوضح وده الانطباع اللي أنا خرجت به إحنا أعلى من خط الجودة يمكن بحبة مش كتير قوي بس بحبة يعني وده لتلات أسباب السبب الأول هو إن النتيجة اللي إحنا وصلنا لها مع كل شخصيات تقريبا يعني علشان يكون في شوية دقة خلينا نقول مع أغلب الشخصيات جيدة فيها تناسق مع أغلب الشخصيات كمان مرة مش مع كل الشخصيات برحلتهم بالطريق الطويل اللي هم مشيوه أنا بكلم عن الحلقة دي بس أم بكلمش عن الحلقة اللي فاتت يعني الحلقة اللي فاتت العنصر الأساسي اللي خليها تنزل عندي تحت خط الجودة ده هو الأرك بتاع جيمي الرحلة جيمي نهايتها ما عجبتنيش وكلمت عن ده كتير في الحلقة نفسها وفي المناقشة وفي كل حاجة في الدنيا النهاردة ما أقدرش أقول أن أنا عندي تحفظ من هذا الطابع في هذا التصنيف في تفاوت في درجة رضاية عن النهاية بتاعة كل شخصية بتاعة رحلة كل شخصية ولكن بشكل عام شايف أنها مقبولة النقطة التانية أن المسلسل في نهاية أحداثه بياخد جانب الحياة وده جانب ممكن يبين أنه هو ممل شوية ولكن برضو بيحتفظ بشوية فرص أنا أحب أن أفكر فيها أنا اتكلمت كتير عن توقعاتي أو وضعي لاحتمال أن الموسم ده نهايته تبقى شيكسبيرية بمقتل الجميع من الآخر أن نهاية الموسم ده هتبقى نهاية كل حاجة مفيش قصة تكتمل بعد كده ولكن المسلسل ما خدش الطريق ده أنهى خطوط عدد كبير أو من الشخصيات وصل لمرحلة فاصلة في خطوط عدد كبير أو من الشخصيات ولكن في عدد كبير أو من الشخصيات خطوطهم مفتوحة ده بيمهد لإيه معرفش يعني هل ده بقى أقول أنه هو بيضيف لجودة الموسم في إطاره ما أعتقدش ولكن بيسيب لنا فرص أنه يبقى لسه فيه حكاوي ولسه فيه مواضيع ولسه فيه حواديت نروح لها في المستقبل تيجي تسألني وتقول لي هل أنا مبسوط بده ولا لا أقول لك سؤال مين اللي خد القرار ده تقول لي أن دي بي فيس وديفيد بنيوف اللي واخدين القرار ده لاحتمال أنه هم خططهم خارج عالم جيموف ترونز واتش بي او ما تنجحش ويلقوا نفسهم محتاجين يرجعوا تاني ويحكوا لنا قصص أقول لك لا يا معلم يبقى قرار وحش وأنا مش عاوز أسمعه تاني تقول لي أنه ده قرار من جورج آر آر مارتن ومن اتش بي او لأن في المستقبل ممكن بعد عدد من سنين بعد ست سبعة سنين نرجع بخطوط قصة جديدة هو اللي كاتبها وراضي عنها وميديها ختم المباركة بتاعه علشان نستكمل بعض الحكايات دي في المستقبل أقول لك اشتريت أقول لك عجبني فالنهاردة أنا في الخمسين في المية خمسين في المية تقول لي الخمسين في المية خمسين في المية دي عجباني أقول لك أه عجباني عشان كده بضيفها للأسباب اللي بتخليني أقول أن النهاية النهاردة ثابتني بشوية ابتسامات كده ما كانتش مدايقاني بنسبة مية في المية العنصر التالت هو تجربة البصرية وتجربة البصرية في الحلقة اللي فاتت بالتحديد في الحلقة الخمسة كانت مليانة لوح زي ما ناس كتير اتفقت ولكن أنا ما اتكلمتش عنها كتير وما اتلاهاش فضل كبير لأنها كانت لوح للأسف بلا معنى يعني شكلها جميل شكلها حلو جدا 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 ومبدعة ورائعة ولكن أنا عمري في حياتي في طريقتي النقدية وفي طريقتي في الريفيوز بشكل عام ما بنتصر لأي إنجاز تقني بدون ما يكون وراء معنى درامي الحلقة اللي فاتت مشهد The Hound و The Mountain على السلم مشهد الرونز بتاعة كينجز لاندين مشهد أريا مع الحسان اللي بيض هنقعد ماشي ما فيش حاجة في الدنيا تمنع أي بني أدم في الدنيا من أن هو يقعد يتفلسف ويطلع معاني حتى لو ما كانتش المعاني دات قدام الشاشة لأي واحد في تانية أعدادية أو تالت أعدادية يفهمها حاضر يا عم لكن النهاردة وإحنا بنستكمل المدرسة البصرية اللي تقدمت في الحلقة اللي فاتت بالتحديد من ساعة لما دينارس قررت إن هي تحرق كينجز لاندين وتدمر كينجز لاندين من اللحظة دي لغاية اللحظة النهاردة اللي دينارس بتتقتل فيها أنا أقدر أقول عليها تجربة بصرية مختلفة عن المسلسل كله بشكل عام من النص الحلقة اللي فاتت لنص الحلقة دي الحلقة دي بقى التجربة البصرية أو اللوح البصرية اللي كانت موجودة فيها حقيقي كان ليها معاني جمدة جدا بمجرد لما بتحصل سهل جدا إن المشاهد يحسها دينارس والأجنحة بتاعت التنين من وراها منظر عظيم لوحة لوحة ولوحة لها معنى بتؤكد على التحول الكامل بتاعة دينارس للغاية الحلقة اللي فاتت كنا بنقول هو ليه ثلاثة احتمالات أو أنا يا عم كنت بقول إن هو ليه ثلاثة احتمالات المرة دي خلاص الاحتمال تقرر برسالة بصرية واضحة الست الجنينة يا جدا خلاص الموضوع ما بقاش فيه فرصة لإن احنا نفكر مع بعض اللوحة التانية العظيمة لوحة درو جون وهو مدفون تحت الرامات لما قام والرامات ده تحرك من فوقي وزي ما يكون سمح لدجون بإن هو يطلع لدينارس حاجة كده من عالم آخر من كوكب آخر في جودتها وفي روعتها وفي مدى الإتقان اللي فيها المشهد بتاع في المكان المتدمر المنتهي الموجود ده قبل ما درو جون يسياحه بالمشهد ده مش هده عجبني جدا بس مشهد اللي هو خلاص جاهز لتتويج من سيتوج بعد انتهاء كل شيء بعد دمار كل شيء بعد تحطم كل القيم اللي ممكن تكون الشخصية دي كانت بتنادي بيها عجبني جدا 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 وناخد وراع على طول على المستوى التقني برضو في التمايز بتاع الحلقات وزي ما بقول أنا بقشير المرادي للتمايز التقني لأن جه معاه تميز درامي أو جه معاه معاني فنية سهل جدا ان احنا نفهمها مش محتاجة فلسفة اكتر من اللازم يعني التمايز الرائع والانتقال الرائع في الملابس وفي الشعر في الحلقة دي لكل الشخصيات تقريبا ولكن مع تركيز مهم جدا على دينارس بعد ما لبست بدلة الحرب السودة بعد الانتصار بتاعها في الخطبة اللي كانت بتخطبها في الدوتراكي والانسالد واتباعها لتؤكد مرة اخرى على ان هي خدت طريق الضمار لو حد ركز شوية في وشها كان اصبح فيه زي شيدز السودة شوية تحت عنيها نؤكد كمان مرة على انها خدت طريق الجنان وبتفكرنا شوية او بتعمل كبري ما بين شخصيتها وشخصيت سيرسي لما برضو خدت طريق الشكل الحربي شوية في ملابسها للشعر المتحرر الاشعث اللي بيؤكد كمان مرة على ان شعره اللي كان مربوط اللي كان مقفول اللي كان فورمل شوية ده عمره في حياته ما كان هو عشان كده برضو وحنتكلم في ده وحنا بنكلم في تفاصيل الحلقة الكونكلوجن بتاعش السيد جون سنوم مش مأساوي مش سيء هو راح او تم تنصيبه في المكان المناسب ليه في البيئة اللي هو ينتمي لها الحتة اللي هو عنده فيها حرية في تطبيق المبادئ بتاعته من غير ما تتسبب المبادئ دي في تدمير حد او موت حد او ازيت حد فبناء عليه انا مش شايف انه هو او تعقب انا شايف انه هو الارك بتاعه رائع مثالي رغم من شوية الملل اللي احنا عدنا بيهم في الحلقة دي طيب وانا عمل اعدت بقى واشعر في الحلقة دي وفي المزايا بتاعته هم تلات مزايا بس اللي قلت عليهم بشكل عام بس بالتلات مزايا كبار يعني طب ليه ما قلتش انه هي اعلى بقى بكتير داخل السبكترم بتاع الجودة واوصل بها لتقييمات التمانيات والتسعات والعشرات والحاجات ده كله حولك المشكلة في السببين السبب الاول ان الحلقة دي لسه موصومة او لسه بتعاني من نفس الاضرار والفيروسات بتاعت الموسم كله بشكل عام والاضرار دي هي اضرار اقاع في المقام الاول لو بنتكلم على المستوى الفني اقاع الحلقات دي في بعض الاحيان نقول عليه متسرع وهو بكل احيان بكل تأكيد متسرع فيما يتعلق بالمراحل المفصلية بالقرارات الكبرى اللي احنا عاديين فترات طويلة قوي نستناها موت شخصية تحول شخصية وضوح نواية شخصية انتهاء جيش بحال وكلام زي ده متسرع متسرع مع اظنش ان في حد انكر ان هي فيها تسرع وارجع اقولك ان في اقاع بعض المشاهد كان فيه تأجيل وتطويل ومط زي معركة طويلة مش شايفين منها حاجة ومع ذلك عمالين نمط دمر معروف نهايته في النهاية ومع ذلك عمالين نمط بعض الحوارات اللي ممكن تكون مضافتش كتير ومع ذلك بنيديها وقتها فاحنا فضلنا ماشيين الموسم كله عمالين نعاني من المط ومن التسرع وفي نفس الوقت لما نيجي نوصل للحالة الاخيرة نلاقي اللي اتنين مع بعض فانا اكتشف ان اللي احنا كنا فيه دوت كانت فوضى تقنية كانت فوضى على مستوى الاقاع مش هقول مش تقنية يعني بالادوات والخدع وبتاع ما عرفش مين هو الكلام ده كله ولكن وانت قاعد تصمم الاركتكتشر بتاع الموسم بتاعك الخطة بتاعت الموسم بتاعك كان عندك فوضى صعب قوي ننكر ده دلوقتي خصوصا وان الموسم ده في بيس دروب رهيب جدا فيه انتقال اقاع غريب جدا من لحظة قاتل جونس نول دينارس وبعدين لنهاية الحلقة تحس ان دول كانوا حلقتين في الحقيقة ما كانتش حلقة واحدة عالم وعالم مخرج ومخرج مش متنسقين مش ماشي مع بعض في نفس العالم في نفس الاطار انا زي ما بقول كده من نص الحلقة اللي فاتت نص الحلقة دي حاجة تانية غير جيمو في ترونس كله على المستوى البصري على مستوى الاقاع على مستوى الرسائل على مستوى كل حاجة انت عايزة في الدنيا تقريبا المشكلة كمان التانية الدرامية اللي عندي مع الحلقة دي بالتحديد زي ما قلت انا راضي جدا عن نهاية الرحلة بتاعة اغلب الشخصيات ولكن لما تيجي تبص على نهاية الحلقة خالص كل شخصية بقت فين تحس ان احنا كنا في مباراة اعتزال او في مباراة تكريم اللي هو نظام رونالدو بيعمل كروس لميسي علشان ميسي يديها الار ناين في القلت متين بتاع الفيفا اللي هو حاجة مع مرافعاتها ما حتتلم مع بعضها في نفس الحتة ان كل الشخصيات اللي بنحبها اللي ليهم تاريخ كويس اللي ليهم معنا زكريات جاية ده كل واحد فيهم بس من الله ما شاء الله خد منصب السام بقى جراند ميستر ليه علشان يعرفهم علشان هو ده اللي نعرفه بدون اي دليل على انه اللي ربما فعلا يكون الافضل على اطلاق سير ديفيس بقى هو بتاع المينة والصوف وانه بتاع ما عرفش مين ليه علشان ده اللي نعرفه زي ما يكون نفيش حدا تاني نعرفه في الحياتة دي كلها بقى سير بقى جندري بقى لورد معرفش مين بقى هو معقول العالم ما كانش فيه غير الشخصيات دي ولما كل دول اللي يتنصبوا في المناصب دي وياخدوا النهايات السعيدة دي مش دي اسمعه وسطة برضو يعني حس ان هو زي ما يكون مبراطعة زال عوزين ندي لكل واحد حاجة اللي هو نظام انا جبت قريب كلهم وكل واحد فيهم مسكت وزارة عشان المشاهد يمشي وهو مبسوط منهم فانا مبسوط ان احنا خدنا برو لايف ان احنا بنبص للمستقبل ان فيه مستقبل ان الخط بتاعنا او القصة بتاعتنا بتنتهي في مرحلة ما بتحسمش حاجة يعني موارد جدا تاني يوم الصبح حد يغتال سانزا واريا تقع في البحر وجون يلاقي وايت ووكرز تاني والقصة تلفل من اولو جديد لو حضراتكم فاهمين ولكن ان في الاخر كل شخصية من عندنا تاخد حتة من الترطة حاسة نايمة لفقة شوية طولنا شوية في الحتة دي بس كان دروري جدا او اوصل ايه اللي انا شايفه كويس ايه اللي انا شايفه وحش وليه بميل الكافة شوية في ناحية الكويس على حساب الوحش رغم ان اللي ينكر ان في النهاية احنا محبطين من الموسم ده ومحبطين من الحلقة دي بشكل عام اعتقد يبقى بيخالف نفسه شوية تاني ما ظنش يعني وارد وارد بس ما اعتقدش ان المفردات اللي شفناها دي توصل للنتيجة دي تعالوا نعدي سريعا على الاحداث ابتدنا في الاول باستعراض الضمار مرة اخرى على وش تيريان على وش جون على وش سير ديفس شفنا جري وورمو وهو مستمر في حملة الغل اللي المسلسل برضو حاول ينسبها لانه بيطيع ملكته حتى لو ما كانش هو موافق ودي كانت غريبة شوية هو رخر مدفوع بغل من مقتل ميساندي وبينفس عن نفسه يعني برضو نهاية جري وورم من الاستثناءات اللي ما عجبتنيش في المسلسل ده خصوصا ان هي حرمتنا من لحظة مهمة جدا يعني انا في توقعاتي للحلقة دي توقع امرأة واحد انا كنت متوقع ان جون حيموت رائع يا مهدي دابل الصبح حلوة منك انا انا جبتها في الجون دي بس النقطة التانية انا كنت متوقع مواجهة اسطورية تانية تضاف للحظات المواجهات الاكشنية الاسطورية بتاعت المسلسل ده كنت عاوز اشوف اريا وجري وورم كنت عاوز اشوف حرب نينجا ما بين الكنين المشهد دي قد حقوي تصمم كويس ونستمتع به وينتهي بان جري وورم ارتكب مسبحة ضد مبادئه ويستحق ان هو يموت فانا شايف ان الارك مش مزبوط وشايف ان اللحظة دي تحرمنا منها خصوصا وان اريا في الحلقة دي ما عملتش حاجة ما لقاش دور فالحسان لا بيض والمعرفش مين والرحلة بتاعت الحلقة اللي فاتت دي طلعت بلع معنا يعني على قد فهمي يا عمل متواضع المهم تيرين وصل لجثة اخواته اللي اتنين وقدم لحظة جيدة جدا 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 على مستوى التمثيل من بيتر دينكليج ممتازة فيها كل حاجة في الدنيا ورجع تاني للمجلس الحربي اللي كان موجود ده عشان اكتشف حاجتين مهمين قوي اولا ننتري ان نستبيع ما عدش فارق معادي استقيل رسميا دينارس بتسجينه بتحتاجزه وان جون لسه عايش في دور مايكوين وان دي مش بالضرورة حاجة وحشة حاجة مملة شوية لانه ما بيفصرش ما بيشرحش ما بيوضحش اكتر من اللازم وعشان كده يبان زي ما يكون استوانة مكسورة ولكن لغاية اخر لحظة هو بيقتلها بيقول لها انتي هتفضلي ملكتي للابد ده اعتراف حب وبان شوية في الحوار بتاعه ما بينه وما بين تيرين لما رزاره في السجن في ان نقطة الواجب والحب ان جون مشكلته في الحياة كلها انه ما بيعرفش يوازن ده وفي الاخر انتصر للواجب على سبيل الحب ولكن ده قسر قلبه يعني هو ما عملش كده لانه هو خد القرار الحكيم بالشكل متحجر يعني هو بيحبها ده الهدف الاساسي ما هيش فكرة ان هي الملكة الاحق ولا ما عرفش مين هو كان معمي بحبه ليها والحب ده عمع عن الواجب ودي تفسرت كويس وتصممت كويس عشان كده لما طلع واتكلم معها تبيننا الاختيار الثالث الافضل ما بين احتمالات نواية دينارس اللي انا استعرضتها في الحلقة اللي فاتت اللي هي يا اما هي كانت متصورة ان اعوانها كانوا ممكن يتماشوا معها في اللي هي بتعمله ده على سبيل التخطيط وفي الحالة دي كانت تبقى حالة عبيطة جدا وان تكون في خطة جيدة ووضحة جدا للي هي عملته ده وفي الحالة دي هي ارتكبت خطأ تكتيكي في الحرب بانها كانت لازم تخلص من اعوانها دول والحل التلاتة انها تجننت وده اللي حصل هي بانت ان خلاص هي اتجننت وتجننت لأسباب كويسة كمان خلونا ننتفق مع الكلام ده هي جينز بتاعتها جينز مجنونة هي جيناتها جينات مجنونة جينات عنيفة جينات مدمرة جينات اللي احنا عارفينه ده كله ولكن الاحداث دفعتها للمرحلة دي اللي استعرضها مدى جحود الناس اللي حواليها لفكرة ان انا عملت كل حاجة في الدنيا انتوا عاوزينها لمصلحتكو ضد مصلحتي وفي الاخر انا ما باخدش تكريمة وما باخدش اي حاجة في الدنيا ما بقولش ان ده يخلي افعالها مبررة انا بقول ده يخلي جننها مبرر وده اللي شافه جون بوضوح وده اللي خلى قتلوا لها بقولة اكيد جريمة عاطفية بكل ابعادها يعني مشاهد رو جون معها جيد جدا يحطك في شوية تفسيرات منها ممكن يكون فهم بغرسته ان الدينارس اصبحت شريرة اصبحت مجنونة عشان كده قرر ما يعقبش جون ممكن يكون عشان دم التارجيرين قرر ان هو ما ينتقم لهاش ولكن في النهاية هو حرق اسطورة الكرسي ده العرش ده وبرضو قوينا في النهاية ده نارس وتاخدش حتى لحظة واحدة ما تقعدش عليه ثانية واحدة حلو حلو كلام ده كويس كلام ده ممكن يكون احبطنا من الصورة العامة يعمين عنه ولكن هو فعلا كان كويس جدا وفعلا فيه كلام يتقال ما يتعداش عليه كده يعني حاجة حاجة فيها فن فيها دراما فيها رسالة فيها رمز فيها امور كتير جيدة جدا ما عجبنيش بقى ان احنا بعد كده رحنا لفلاش فورورد اسابيع اتصور للمجلس العجيب اللي كان قاعد ده زي ما يكون تعالوا بقى نفتكر شوية شخصيات من اللي كنا سايبينهم في غياه بالبتاع الود بتاع الفيل والعمهم الخيبان ده قال لك انا عايز ابقى مالكة مفيش مانع ان انا احكم شوية انا عندي ريزيومي وعندي بتاع واشتغلت ثلاث سنين في اي بي ام وكويس يعني حتى درجة الهزل في المشهد ده ما كانش مرحب بها يعني درجة الكوميديا حسيت ان هي اوف تون جدا احنا كنا فيين وبقى نافعين حتى شكل الصورة تغير حتى الاجواء اتقلبت عشان كده بقولكم الحلقة دي هي في الواقع حلقتين وبعدين دخلنا في مين اللي حيقعد على العرش استمراريته كلها على بعضها انا عندي معها مشكلة ولكن استمروا على ما يبدو هو غاضب امن جون وشايف ان هو لازم يتعاقب وان في حصار وموال رغم ان انا ما شوفناهوش والكلام ده كله من جيوش الشمال وفي النهاية رضي بالحل الوسط بتاع ان جون خلاص يتنفي ويتعاقب ان هو يروح للمكان الانسب لي في الدنيا كلها وان تيرين يقدم خطبة جيدة جدا برضو لترشيح بران للعرش وان عمر دوان يطلع كان بيخطط على تقيل انا كنت فاكره قاعد في الكوشكة تاع المحافظة ده وخلاص هو الناس اللي بتروح له تتبارك بيه بصراحة انا تغفلت يعني انا بدي لنفسي انتصار في اني توقعت نهاية دينارس ولكن بران لا 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 ما شوفتهاش ما شوفتهاش ابدا بصراحة هل عجبني ولا مش عجبني ما همنيش وانا اتكلمت على النقطة دي كتير بالتحديد في اللايف لما كان دايما الناس بتسألني مين اللي حيقعد على الايرون ترون انت متصور اني مين حيقعد على الايرون ترون مين اللي يستحق الايرون ترون وانتركن مش في اولوياتي انا شايف الايرون ترون ده رمز كله على بعضه ملهوش اهمية مش هو ده الموضوع اللي انا عايز اركز عليه فمين اللي حيبقى ملك ما حدش كان حيبسطني وما كانش حيدايقني بران هل تنصيبه ده ليه معاني مترسخة اقدر اشرحها لحضراتكم دلوقتي وادفع عنها الحقيقة لا رحلته ما كانتش تنبق بدا على الاطلاق ممكن بقى الناس اللي تقعد تنبس شوية طلع مشهد او اتنين او تلاتة يقولوا ان هو ممكن يكون كان مخطط لده وارد سمعتها برضو في بعض القراء او ان هو دوت المصير الاضمن للمصلحة العليا وارد ماشهد تنبق ما بين السطور قعدته مع تيرين في الحلقة بتاعت التحضير للحرب بتاعت الارمي اوف دا داد ماشي بس يحمل رسالة يحمل معنى اقدر ادفع عنه زي قرار قتل دانيرز بالشكل ده زي ما انا قلت وقررت دروبهم مقدرش مقدرش ما عنديش حاجة اقولها في الموضوع ده اطلاقا وبعدين سانزا بتقرر ان هي حتستقل هي ماش هي حتبثل وحدها من خلال القناة الخاصة بيها مجلس الاستشاري بالكوميديا اللي حصلت فيه برضو ماروش معنى كبير قوي عندي موضوع الكتاب بتاع دي كلها حاجات زي ما بقول لحضراتهم كده ملهاش معنى عندي لا بقول عليها حلوة ولا بقول عليها وحشة لو حنتكلم عليها من مستوى الاجواء العامة للأحداث شايفون الدرجة الهازل اللي فيها كانت اكتر من اللازم بس يعني انا راجل بقدر الكوميديا جدا ولكن الكوميديا دي مش في محلهم مش في مكانها ومش متزبطة يعني وزي ما بقول لكم كده فكرة ان احنا بقينا في مباراة تكريم ايتو ورونالدو وميسي قاعدين على الخط وانياستا بيلعب ومعرفش مين بيلعبه وخمس دقائق وحيطلعوا وغيرهم حينزلوا عشان الكل يتكرم والكل ينبسط يعني طفولي شوية بالنسبة لمستوى الاحداث اللي احنا كنا فيها ده وصلنا للنهايات واضحة جدا لعدد كبير من الشخصيات بران بكل وضوح ديفوس جري وورم بران بود جندري دول اللي كلهم بتوقع التكريم كل واحد فيهم نزل جاب له جون بريان سام وبعدين نروح للتلات خطوط اللي زي ما بقول لو حد عاوز يكمل عليهم ينفع نكمل عليهم ينفع نكمل على خط جون حيعمل ايه وطبعا مشهده مع جوست ده كان موجود فقط لارضاء الناس اللي اعترضت على المشهد اللي قبله مش هستبعد والله لو كانوا قرروا وما يصوروا متأخر بعد اللي حصل ده ما عرفش يعني بس المهم ما قردش عنها فما قدرش اقررها بس زي ما يكون كده موجود لارضاء الناس مش اكتر والحمد لله هنهاية كويسة للي كان متضايق المفروض دلوقتي ما يكونش متضايق خلاص وتورمونت ظهر تاني ده شيء بسيطني انا شخصيا ولو انه برضو موجود اكتر عشان الفان سيرفيسنج في رأيي يعني جون مع الويلد لينجز بيوند الوول حدوتة جديدة بداية جديدة لحياة جديدة تناسبه اكتر اريا ورحلتها فيما هو ابعد من حدود الخريطة حكاية جديدة بقصة جديدة بابعد جديدة موال كبير بران وهو بيدور على وهو شايف ان دي مهمته الرئيسية دلوقتي حدوتة جديدة بقصة جديدة بابعد جديدة بحاجات كتير ممكن تحصل عشان بس حضراتكم تبقوا شايفين الصورة من الحتة اللي انا شايفها زي ما بقول لكم انت ممكن لو احنا شفناه في نهاية الموسم ده في نهاية الحلقة دي حدث بيحصل في يوم واحد تاني يوم ممكن يتشقلب تماما تاني يوم لو ده عالم كمل لو انا عارف انه عالم خيالي والله انا مش مجنون بس لو كمل ممكن يتشقلب ممكن كل واحد فيهم في مكان يلاقي حاجة تطلق سلسلة جديدة تماما من الاحباد وزي ما بقول انا ميال اكتر لان المستقبل جيموف ترونز يبعد 3-4 سنين 4-5 سنين وبعدين يرجع تاني مع الشخصيات دي بعد ما تكون اختبرت حاجات وحصل حدث معين يدفعهم كلهم لمركز الاحباد مرة اخرى مع كاتب جديد تحت مباركة جورج ار ار مارتن من البداية للنهاية ده اللي انا حب اشوف وعشان كده مبسوط بالمنظر ده بعيدة عن المنظر التكريمي بتاع الشخصيات الثانوية وبكده اعتقد انه ما فيش حاجة تانية احب اقولها بصراحة اتمنى ما كنتش نسيت حاجة لها معنى كبير جدا عارف المشهد بتاع دينارس وهي رايحة للعرش ده اللي تم التنبؤ به في الاحد الرؤى والكلام ده كله بس برضو الموضوع النبوءات والرؤى والكلام ده كله ما كانتش من الامور المهمة بالنسبة لي لان بصراحة يا جماعة اللي تلسع من وخفي جيموف ترونز يعني احنا عيشنا قبل كده مع مسلسلات لغاية اخر لحظة من المواسم اللي بتاعتها مسكين ورقة فوليسكاب انا عارف الطريقة اللي صحة في القلبي يا بس معلش ورقة فوليسكاب وقلم رصاص وقاعدين نكتب كل الخطوط اللي مفتوحة وكل نبوءة قالت وكل مشهد رمزي وكل رسالة خفية وكل ما عارفش مين اشان تكتشف في الاخر ان المستوى الاهتمام اللي حضرتك اديته للمسلسل ده ما كانش موجود عند صناعه ونفسهم وانهم شخصيا مش فاكرين اللي انت قلته ده كله وانهم في الاخر هيقفر له باللي هم عاوزينه فانا كبرت عالكلام ده خلاص يا زي ما بقولك اللي تلسع من لوسط ينفخ في جيم وفترونز ما عادش افتكر كل النظريات وما عادش افتكر كل الرؤى وكل النبوءات وكل الكلام ده كله لان انا عارف ان غالبا الصناع نفسهم مش فاكرين حاجات كتير منهم وفي الاخر هم استعادوا تكريما ليهم يعني اربعين في المية خمسين في المية من الحاجات الكتير اللي طارت في الهوى حوالين الموسم والشخصيات اللي اتفتحت وتثبت مفتوحة والكلام ده كله وبتاع وقفلوهم بشكل كويس واموردي وخلاص مش حاسس ان الموضوع يستحق تحليل اكتر من كده في رأيي الشخصي مع كامل الاحترام لكل الاراء بكل تأكيد ده رأيي في الحلقة بكل تفاصيلها بكل احداثها اللي انا فاكرها باللي انا كنت اتمنى يكون موجود باللي انا زعلان عشان غايب باللي انا مبسوط عشان اتوجد باللي ما كنتش منتظر وعندي ليه تبرير جيد باللي ما كنتش منتظر والغاية دلوقتي مش شايف له معنا اتمنى حضراتكم تساهموا بقرأكم في كل ده في التعليقات واتمنى ان انتو تنضموا لنا في اللايف النهاردة الساعة 11 عشان نتكلم في اي حاجة ممكن اكون نسيتها كورسان وانتو طيبين ان شاء الله حلقات المراجعة مش عارف بقى امتى يعني كم يوم كده بس مش هاخرها كتير يعني ان شاء الله نقول مجازا كده على الويكند بس بدون وعود يعني ان شاء الله الف شكرا حضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو وعجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيات عشان تجهلكم الحلقات اول باول وطبعوني على فيسبوك و تويتر وباي باي